أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات أنها اضطرت إلى وقف الانتاج في مصنعها في مدينة جانت البلجيكية لعدة أيام بسبب اضطرابات في سلاسل التوريد جراء هجمات الحوثيين على سفن الحاويات في البحر الأحمر وقالت متحدثة باسم الشركة أن المصنع في مدينة جانت سيتوقف عن العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وذلك للتأخير في تسليم صناديق التروس نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية واقع مخيف يزداد تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط التي صارت على وشك الاشتعال ليشتعل العالم بأسره معها ليس فقط على المستوى العسكري وإنما على المستوى الاقتصادي وإذا أخذنا في الاعتبار أن الأمن هو صمام سلاسل الإمداد العالمية فإذا بدونه تعصف بالعالم أزمة اقتصادية تطال الجميع ولسيما أن العالم لم يتعافى بعد من كورونا والأزمة الأوكرانية بداية حذرة لعام 2024 بعد أن تسلمت دفة القيادة من العام الماضي بقرار معظم شركات الملاحة الكبرى تغيير مصار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر لتجنب هجمات قوات الحوثي وبعد اتساع الصراع بالهجمات الغربية على قوات الحوثي باتت المخاوف أقرب للتوقعات منها للتحذيرات بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأخر وصول الحاويات مما سيسفر بطبيعة الحال عن ارتفاع أسعار المنتجات على المستهلكين بسبب زيادة تكلفة الشحن بعد اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر طولا والأطول أمدا سيناريوهات قاتمة تحيط بالابتصاد العالمي المنهج بالأساس تحتاج لتحرك عاجل ووقفة عالمية ضد العدوان على غزة وما أعقبه من تحركات وقفة قد تنقذ الغرب ذاته قبل إنقاذ بقية الشعوب